السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد وزارة الداخلية الألمانية تجهز مشروع قرار سيتم من خلاله التشدد قليلا في قوانين الحصول على الجنسية الألمانية والسبب هو أنه قيام مجموعة من الناس بالغش وتم سحب الجنسية الألمانية من 300 شخص شروط الحصول على الجنسية الألمانية طرح أخوي إلهان على قناته في عدة فيديوهات ممكن تتابعوها وتستفيدوا من المعلومات الموجودة فيها الشروط الواجب تحقيقها للحصول على الجنسية الألمانية وأنه يصير واحد مواطن ألماني أما الحديث الدائر الآن هو عن مشروع تقوم بتجهيزه وزير الداخلية زي هوفا في وزارة الداخلية الألمانية سيتم طرح هذا المشروع على ما يقابل في الصحف الألمانية في خريف هذا العام عام 2019 الفكرة أنه سيتم بالتشدد في بعض الأمور سنتحدث عنها الآن طبعا آخر تحديث لقانون الجنسية الألمانية تحديث كبير عام 2009 وبوقتها تم تسهيل الشروط إلى حد كبير للحصول على الجنسية من أهم هذه الشروط اللي تم تسهيلها عادة اللي كانت سابقا يعني 15 سنة إقامة شرعية في ألمانيا تم تخفيضها إلى 8 سنوات إقامة شرعية في ألمانيا كشرط الحصول على الجنسية الألمانية وإحدى الشروط الحصول على الجنسية الألمانية إذن عام 2009 كانت يعني بمعنى الإصلاحات الكبيرة اللي طرق على قانون الجنسية الألمانية سابقا كانت الشروط اللي بتأدي إلى سحب الجنسية الألمانية من الشخص بعدما أنه يتجنس ويأخذ الجنسية الألمانية وصير مواطن ألماني هي على الشكل التالي إما سبوت تهمة الإرهاب عليه وإما أن يقوم بخدمة العلم أو يخدم في جيش أجنبي غير الجيش الألماني والسبب الثالث كان إنه إذا بتحصل على جنسية دولة أخرى غير الجنسية الألمانية بعد الألمانية تسقط مباشرة بمعنى أنه بعدما أخذت الجنسية الألمانية يعني صرت مواطن ألماني فبعدين مثلا رحت عشت في كندا وأخذت الجنسية الكندية مثلا فبتسقط عنك بشكل أوتوماتيكي الجنسية الألمانية أما الحديث اللي عبدوه الآن هو على الموضوع سحب الجنسية الألمانية لأسباب أخرى منها الغش الغش والرشوة وهالأشياء يعني إنه فيه ناس أخذوا وحصلوا على الجنسية الألمانية بطريقة غير شرعية يعني وقاموا بالغش في عدة أشياء وخاصة في بياناتهم الشخصية بمعنى إنه فيه ناس أجوا مثلا لألمانيا ممكن يكونوا أدموا مثلا طلب لجو عاشوا فترة هون بأسماء ليست أسماؤهم الحقيقية بتواريخ ميلاد ليست تواريخ ميلاد حقيقية وبعدها حققوا شروط الجنسية الألمانية وقاموا يعني بتقديم طلب الحصول على الجنسية الألمانية وحصلوا عليها بشكل حقيقي وتم الكشف لاحقا أنه هنين قاموا بالغش يعني أخفوا شخصياتهم الحقيقية ممكن يكون أخفوا مثلا بلد المنشأ يعني مثلا هنين من بلد معين وادعوا أنهن من بلد آخر أو غشوا في الاسم أو غشوا في الموليد إذن في كتير ناس بتعمل هالقصة كمان لاحقا قد يكون إلى أضرار كبيرة جدا مثل هالله مثلا أنه يتم سحب الجنسية الألمانية منهم وطبعا هذا شيء منطقي يعني الشخص اللي بيقوم بالغش يعني وخاصة في بيانته الشخصية أما كيف تم التوصل لهالنقطة فهو أنه العديد من الناس بعد ما تحصل على الجنسية الألمانية تنتظر فترة الخمس سنوات الخمس سنوات الأولى كان هو لحد الآن القانون يمكن من خلال هالمدة هو سحب الجنسية الألمانية منك لهالأسباب فبعدها بيقوموا بتغيير مثلا مواليدهم بيطلب تغيير مواليدهم أو أسماءهم فمن هون يعني الوزارة الداخلية عاب تكتشف أنه قد يكون هادول الناس يعني لما بيحطوا حالهم تحت الشبهة يعني لما بيروحوا بيغيروا أسماءهم لاحقا بيغير الكنية بيغير الإسم بيغير تاريخ ميلاده فبيحط حاله في دائرة الشك يعني أنه هو المعلومات القدمة سابقا وعلى ما يبدو الآن أنه تعم سحب الجنسية الألمانية من 300 شخص بناء على هالشكوك أما التخطيط بالتشدد في قانون جنسية الألمانية اللي عبيتم الحديث عنه الآن فهو يرفع هاي المدة إلى 10 سنوات بمعنى أنه إذا تم اكتشاف خلال 10 سنوات الأولى بعد حصولك على الجنسية الألمانية أنك قمت بالغش المتعمد يعني للدولة الألمانية أخفيت هويتك الحقيقية الشخصيتك الحقيقية هالأشياء كلها فيمكن سحب الجنسية الألمانية منك حتى لو دا تصير شتاعتنلوس بمعنى أنه حتى لو دا تصير يعني بلا وطن لأنه عادة من قوانين الجنسية الألمانية هو أنك تتخلى عن جنسيتك السابقة وبعدها بيقوموا بتجنيسك يعني بالجنسية الألمانية وهذا الشيء بينطبئ طريبا موظم دول العالم حبيت أطرح هذا الخبر وهي الفكرة للتركيز على فكرة أنه الناس اللي بتيجي لألمانيا يعني الأفضل اللي قاله طبعا أنه تفصح عن هويته الحقيقية لأنه قد يترتب على ذلك لاحقا يعني أشياء عظيمة جدا مثل أنه سحب الجنسية الألمانية لو أجل شخص لألمانيا ومن البداية تعمد إخفاء هويته أو شخصيته أو جنسية بلده ومشيت أموره وأخذ الإقامة مثلا وبعدين طورت الأموره أكتر ووصل للجنسية وحصل على الجنسية الألمانية وتم اكتشاف لاحقا أنه هو غش بهالمعلومات بشخصيته بموليده بجنسيته الحقيقية الأصلية اللي هو منه وهالأشياء فيمكن أنه تسحب منه الجنسية الألمانية وأنا بعتقد أنه إذا شخص تم سحب الجنسية الألمانية منه صعب جدا يرجع يحصل عليها لأنه إذا رفض حتى طلبك لأول بالحصول على الجنسية الألمانية في المرة الثانية لما بتقدم عليها يعني رح يسألك عن أسباب الرفض الأولى وبالتالي أمورك رح تتعقد بشكل أكبر أتمنى أكون أفدتكم بهالمعلومات وهذه رسالة توية كمان لكل الأشخاص اللي عندهم مشاكل في اسمهم أو شخصيتهم الحقيقية أنه يفكروا لاحقا أن هذا الشيء ممكن يكون له تابعات عليك وعلى أطفالك طبعا تم ذكر القانون أنه في حالة وجود أولاد يعني يتم تجنيس الأولاد معهم فسيتم يعني الأخذ بعين الاعتبار هو يعني راحة الطفل كيندس فول يعني باللغة الألمانية أنه سيتم يعني بمعنى أنه لن يتم أخذ الأولاد ربما بجرية آباءهم يعني أو أهلهم إذا قاموا بتقديم معلومات خاطئة ولكن هذا الشيء ستحكم فيه محكمة يعني للناس اللي بيتمسح بالجنسية الألمانية منهم ربما قد يسحبوا الجنسية فقط من الأهل ويخلوا الأطفال يعني حسب القاضي راح يكون بهالموضوع أنه يحتفظ بالجنسية الألمانية هات كان كل شيء لفيديو اليوم أتمنى أكون أفدكم خلال هذه المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر